من أكثر المواضيع اللي أنا بحبها جداً وعندي شغف كبير ليها جداً هو موضوع التربية أحب كل ما يتعلق بالتربية أحب أتناقش في الموضوع ده وأحب أن أنا أستفيد من خبرة غيري وأحب أن أنا أقرأ عن الموضوع ده بحب الأطفال جداً كان حلمي من وانا صغيرة أن أنا بأم لما كنت تسئل نفسك تكوني إيه؟ نفسك تبي إيه؟ لما تكبر تبقي محامية ولا تبقي دكتورة ولا تبقي مهندسة أنا سبحان الله كانت دائماً قلبي بيميل ومشتاء جداً لما أسألت أن أنا في يوم الأيام أبقى أم كل ما كنت بأكبر كل ما كنت بأشتاء أكتر لصورة الأسرة كبيرة أنا يبقى لي أسرة كبيرة وكنت أقول لما ماما إن شاء الله لما أتجوز هيبقى عندي ولاد كتير أربع ولاد وأربع بنات روزقنا الحمد لله بستة ما كانش عندي أدنى فكرة عن معنى التربية الحقيقي أكيد ما كانش عندي فكرة عن الصعوبات والمشاكل والصهر والبكاء والحاجات اللي مرت علي دي كلها إن هي ممكن تبقى جزء من التربية حقيقي النهاردة بنظر لكل ده على إنه تحديات وتحديات أنا ممتنة لها جداً لأنه فعلاً استفدت كتير وغيرت مني حاجات كتير للأحسن ونضقت بسببها والنهاردة تحديداً حابة أنا أتكلم معاكم في موضوع اتكرر كتير لأنه أكتر المواضيع اللي طلبت مني أنا أتكلم فيها هي التربية والموضوع ده تحديداً هو تربية الذكور فهندرد شوية حوالينا الموضوع ده خليكم معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي يارب تكونوا كلكم بخير وأهلاً وسهلاً بيكم في قناتي وقناتكم في الدرجة الأولى قناة عز الأيومي تربية الذكور في مرحلة المراهقة أو تربية البنات التربية إجمالاً في رأيي موضوع حساس جداً مش حساس في حد ذاته ولكنه حساس لأننا إحنا كأمة بعيدنا وجهة نظري جداً عن معنى التربية الحقيقي بعيدنا عن الأصل وركزنا على الصورة بعيدنا عن الأساس وركزنا على القشور واهتمينا بيها جداً لأسباب كتير حساس كمان لأنه أنا عارفة أنه في أمهات بيسمعوني أباء بيسمعون بيجي لهم نفس الإحساس اللي أنا ممكن أحسه برضو لما أتناقش أو أسمع أي حاجة تخص التربية وهو الإحساس بالزم أو الإحساس باللوم أنا عن نفسي في حاجات بطبقها النهاردة في تربيتي ما كنتش بطبقها من خمس سنين لورا أو حتى سنة لورا أياً كان السبب ضغوطات جهل النقطة دي كان عندي فيها جهل ما كنتش فهمها كنت فهمها بالمقلوب كنت متأثرة جداً بمحيطي بمحيطي بناس أنا كنت فاكرة أنه هما تربيتهم يقتاد بها ومع مرور الوقت اكتشفت أنه تربية غير صلحة بالمرة فسبحان الله الإنسان في تغير دائم وهو ده الطبيعي طبيعي والواحد يقلق لو لقى نفسه في وضع غير ده الطبيعي أنه الإنسان بيتطور بيتغير بيتعلم والطبيعي برضو أن الإنسان يبقى شجاع لدرجة أنه هو ممكن يقف ويقول لا يا جماعة أنا كنت مخطئ طريقة التفكير دي أو المنهج ده غلط وأنا كنت على خطأ ونغير اتجاهي غير مصاري لذلك ممكن الموضوع برضو يكون حساس ولكن ولا الندم ولا حزننا على اللي فات أو تقصرنا في بعض الأمور التربوية مفيش أي حاجة من دي هتفيدنا النهاردة فنحاول نحن نبعد عن الزعل ونبعد عن النكد ونحاول نحن ناخد خطوات جديدة للأمام خطوات إيجابية نحاول نحن نستفيد من بعض نحاول نحن نتعلم مهارات جديدة ونحاول نفهم المشاكل اللي بتواجهنا التربوية ونطلع أجيال زي الفل اللي في سن المرهقة من أولادي هم مالك ونوح الذكور مالك عمره 16 سنة ونوح حيتم 15 ربنا يحفظهم من الاتنين ويحفظ كل أولادنا وأولادكو يا رب العالمين المنهج أو الإسلوب اللي أنا بتتبعه في تعاملي معاهم بيكون غالبا نابع من استراتيجية وقناعة عندي بأنه الإسلوب ده هو اللي حيوصلني لقلب ابني هو اللي هيساعدني أن أنا أفهمه وأنه هو يفهمني وأنه لو في سوق تفاهم بيننا الإسلوب ده أو الاستراتيجية دي تساعدنا في حل المشكلة دي أو سوق التفاهم وهي في الدرجة الأولى الحب الحب وفعلا فعلا الحب اللي هو في نفس الوقت تقدروا تقولوا أنه هو خط كده المفروض أنه هو لا يتجزأ من أي مرحلة من مراحل أولادنا والمفروض أنه هو ما يقلش لمجرد أن أولادنا بيكبروا أو بيبقوا فطولنا أو أطول مننا ما يقلش حتى لو أولادنا دول زعلونا المفروض ما يقلش حتى لو أولادنا دول بعدوا عن الطريق اللي احنا شايفينه صح عن طريق ربنا لأنه سبحان الله الإنسان اللي قدامي لما يكون على خطأ المفروض أنه أعطف عليه المفروض أنه أصبر عليه أكتر المفروض أنه أطول بالي عليه ولكن مع الأسف كأباء وأنا عن نفسي وقعت وبقع في الغلطة دي مرارا وتكرارا وبحاول دائما أنه أصلح من غلطي أنه أخلي بالي المرة الجاية ومع الأسف كأباء بخفنا على أولادنا بقلقنا عليهم غصبا عننا في أحيان كتير ممكن نفقد أعصابنا وممكن ننسى أهمية الحب ده لأنه تبقى مشكلة قد كده وحلها فقط في حضن حلها في نظرة كده كلها حنان والواحد يقول لابنه أنا بجد بموت فيك بحبك فخورة بيك أنت ما شاء الله عليك كذا وكذا وأذكر لو ما حسنه لكن مع الأسف بنقع في المصيادة دي بتساتل ما بيكبروا الأولاد إن احنا ندخل في قصفة وده غلط غلط كبير جدا لما يكون فيه وعي تربوي ويكون فيه منهج وتكون فيه استراتيجية مهما شرقنا شوية أو غربنا بيبقى الحمد لله الوعي ده زي الخط كده بيساعدك دائما إن انت ترجع له ترجع للتربية الصحيحة حتى لو شرطت شوية فلذلك مهم أنه يكون فيه وعي ويكون فيه استحضار نية في تربيتي كل حاجة أنا بعملها مع ولادي وكلامي معهم فالحب هو فعلا فعلا حل أغلب المشاكل من خلال خبرتي أنا كلما بيبعد الحب عن الساحة ساحة التربية كلما بتزداد الأمور تعقيدا ومشاكل وهموم فلازم دائما أيا كان أيا كانت المرحلة نحن بنتعامل معها وسبحان الله خصوصا منحلة المراهقة دي اللي بيبقى فيها عندي كتير اللي بيبقى فيها إحساس إحساس رباني يعني شيء ربنا خلقه في الإنسان اللي بيبقى عايز يتحرر من أبوه وأمه ويستقل بذاته ودي حاجة مش غلط مش غلط أبدا زي ما قلت إحنا دي ظروف دي مش مبرر يعني ولكن مع الأسف بنقع في المصيادة دي فبيحصل من ناحيتنا كتير جفاف في الموضوع ده لكن دي حاجة أنا دائما مستحضرها دائما بحاول أن أنا أخليها فالي أن أنا أخدهم في حضني أن أنا أأكد أن أنا أفكرهم أن أنا بص في عينيهم كده وقولهم أنا بحبك أنا فخورة بيك أنت ما شاء الله تقدر توصل لأي حاجة أنت عايزها في الدنيا من الحب برضو أن أنا ألف تنتباهوا للمميزات اللي عنده والسلبيات اللي في شخصية وأحاول أن أنا أصلحها من غير ما يبقى فيه هجوم شخصي عليه زي ما كان بابا الله يرحمه بيعمل معايا أنا أنه كان دائما يقول لي أنا مش زعلان منك أنت أنا زعلان من تصرفك أو من الكلمة اللي أنت قلتها أنه دائما يكون فيه بعد أو مسافة ما بين النقد الشخصي وما بين انتقاد الحاجة اللي مدايقاني في ابني مثلا الحب مهم جدا أنه هو يكون حاضر دائما بالكلام وبالفعل في تربيتي لابني المراهق لابني وبنتي ولكل مراحل الطفولة والعمر في حياة ابني وبنتي ولكن إحنا دوقات بنتكلم تحديدا زي ما قلنا عن المراهقة وعن مراهقة الذكور الولد بعكس البنت البنت طبعتها عاطفية بفطرتها عندها سهولة أكتر في أنها تبوح بمشاعرها وتعبر عن أحسسها في حين أن الولد العكس لذلك مهم جدا أنه يبقى فيه أسرة حوالي أسرة دافئة تذكره دائما بأنها بتحبه جدا نحن بنحبك جدا وإنت غالي علينا جدا وأن الواحد يفعل وينشط الموضوع ده عنده هو كمان اللي يبقى عنده مع الوقت سهولة أنه هو كمان يعبر عن مشاعره لأنه لو ابني ما تحبش هيبقى صعب لو ما كانش مستحيل مع الأسف أنه هو في يوم الأيام يحب نفسه والإنسان اللي ما يقدرش يحب نفسه إزاي نتوقع منه أنه هو هيقدر يفتح بيت ويحب زوجة ويحترمها ويحب أولاد ويعطف عليهم ثاني نقطة مهمة جدا أهمية حياة وموت هي تعزيز الصدق والصراحة في ابني المراهقة مهما كانت الأسباب مهما كانت الظروف مهما كان الوضع اللي احنا فيه أن أنا أحاول أعزز في ابني الصفات النبيلة الجميلة دي وهي الصدق والصراحة وده طبعا أبرز الطرق في أني أعزز في ده هو طبعا لأنني أكون قدوة أولا وأخيرا لما أكون أنا كأم قدامه ما بجذبش ما بيشوفنيش قع في مواقف واضح فيها الخبس من ناحيةه واللؤم اتجاه الناس والغيبة والنميمة اللي استطول طبعا ولكن المهم أنه أنا أكون قدوة أولا وأخيرا الثانيا ودي نقطة مهمة وأظن كمان هي أهم نقطة بنتسبب كأباء في أنه أولادنا ما يحكولناش حال ويجذبوا علينا ويعملوا حاجات من وراء ظهرنا هي ردة فعلنا لما هم يخطئوا ردة فعلي أنا شكلها إيه؟ إن أنا أعزز فيه الصدق ده مش هيحصل لو ارتكب غلط ولأني أنا بشخر به في العيلة كلها برفع سماعة التليفون وبتصل بعمته وبخالته وبجرنة وفتحه في كل حتة وفتحه قدام أخواته ده مش هيحصل لو لقاني بهينه ده مش هيحصل لو لقاني بمدي إيدي عليه فمهما كان خطأ ابني أحاول أن أنا كأم أتعامل مع الخطأ ده ومع ابني بموضوعية مركزش على مشاعري أنا كأم من غضب أو إحساس بأنه ابني عمل حاجة من ورايا يخسر التربيتي فيه أو إزاي هنعليه أو إزاي يقدر أو أركز على الخطأ نفسه ولا أحاول على قدر الإستطاع عنه تصرفي يكون موضوعية وفي نفس الوقت أركز على الإسلوب اللي هو لابد أن يكون فيه بردو حب ولابد أن يكون فيه بردو احترام مهما حصل ما جيش أنا أتعامل مع غلط ابني بغلطات أكبر بكتير غلطات ما يقدرش ابني أنه هو ينساها ويعيش بيها كذكريات مؤلمة لما حياته كلها لغاية آخر يوم في عمره لازم أحاول السيطرة على مشاعري على قدر الإستطاع وأنا عارف أنه ده مش دايما سهل ولكن زي ما قلت بالوعي وبالتربية الهادفة الموضوع ده بيصبح أسهل وأسهل وأسهل صدقوني وفي نفس الوقت مهما كانت عواقب الخطأ المرتكب من ناحية ابني أن أنا أكون جنبه بحب وبدعم وبتعزيز الصدق والصراحة فيه ده حصل دلوقتي لازم نتحمل مسئولية الشيء ده معلمهوش أنه هو يتهرب من أخطائه ما شجعوش على أنه يتهرب من مسئوليته لأ أبقى جنبه بحبه بدعم وبحزم طبعا وأن أنا فهمه الغلط ده يعني حصل وزي كنا ممكن نتفدى وكل ده ولكن المهم أن أنا أكون جنبه بحب وفي نفس الوقت أن أنا أشجعه على الصراحة والصدق مهما كانت العواقب ثالث نقطة مهمة اللي هي الاحترام أنه ابني يتعلم معنى الاحترام وأهميته وإزاي يطبقه ويبقى جزء من شخصيته وفي حياته وفي تعامله مع الناس اللي حواليه وده طبعا في الدرجة الأولى شيء بيكتسب لما ينشأ الطفل أو الطفلة في بيت فيه احترام فيه احترام في الدرجة الأولى طبعا ما بين الأم والأب في تعاملهم مع بعض في كلامهم مع بعض فيحلهم للمشاكل مع بعض بيتعاملوا إزاي؟ بيحلوا مشاكلهم إزاي؟ ولكن لما يدخل الإبن في سن المراقة بتبدأ نظرته للحياة تتغير ربما بيبدأ يفكر بقى في الارتباط فياخد باله من تعامل أبوه مع أمه وتعامل الأم مع أبوه بيحلوا مشاكلهم بينهم من بعض إزاي مثلا؟ فدي أول نقطة مهمة جدا إن أنا علم ابن الاحترام ده بيتم من خلال احترامي ليه هو؟ احترامي لشخصه في مثال كده ما عرفش استحضرته دلوقت سبحان الله كان بابا لما ماما مثلا تنظف في البيت معلش أنا صوتي لسه مرجعش يعني قوين بعد البرد فإن شاء الله يا رب يكون مسموع لما كانت ماما مثلا تنظف في البيت تقوم مثلا شيلة ورقة من على الأرض كنت أنا رسمة فيها رسمة أو حاجة بتاعتيا أنا مش أخبطة فيها أو كده وأجي دور عليها بعدين فماما تقولي أنا أسفا أنا كنت فاكرها زبالة أعزكم الله فرمتها فكان بابا يقول لها ما تمشي أي حاجة خاصة بحد يعني هي الورقة دي بالنسبة لها هي حاجة هي حطت فيها وقتها وحاجة مهمة بالنسبة لها فما ترميش أي حاجة مهمة بالنسبة لها الموقف ده تكرر من بابا حبيب الله يرحمه يحسن إليه لما كان يلاقي حاجة من حاجاتي في البيت وفعلا تبقى حاجة يعني بالعكس أول حاجة تخطر على بانك إن دي حاجة حتترمي حاجة مكسورة أو لعبة مكسورة أو ورقة ما تشخبط فيها أنا إيه دايما بيخمبط يخمبط على باب قطي ويدخل ويقولي عايزة أنت عايزة الورقة دي دائما يسألني فده عزت فيه إنه بابا بيحترمني بيحترم حكتي ده مثال استحضرته دلوقتي وأنا بكلمكم من خلال احترامي لابني هيتعلم إزاي يحترمني أنا وإزاي يحترم أخواته وإزاي يحترم محيطه وإزاي يكون محترم في نفسه من الاحترام إن أنا أسمعه أسمعه أقعد سكتة خالص وأسمعه معلش في الكلمة يعني مهما كان التخريف أقعد أسمع وأحاول إن أنا أظهر لو أنا مش حاسة بده من جواه لأنه أحيانا طبعا المراهقين ممكن يقولوا حاجات تشل يعني حاجات يكون فيها مش فاهمين إنه كلام اللي هو بيقوله ده فيه ضيعة لمستقبله فيه جنان رسمي لكن هو بحكم المرحلة اللي هو بيمر بيها لازم أنا أكون مستحضرة ده إن أنا مش قاعدة قدام راجل عمر واربعين سنة أنا قاعدة قدام شاب يصبح راجل أو لسه مش راجل ويكاد يكون يعني شاب حتى إن أنا أسمع له وأظهر اهتمامي وأحاول فعلا المفترض إنه يكون فعلا فيه اهتمام من ناحيتي بكل اللي هو بيقوله لكن لو أنا مش حاسة بده أحاول برضو إن أنا أظهر إن أنا مهتمة جدا من كلامه وما أطعوش واسمعه للآخر أخليه طلع كل الجواه الإسلوب ده لوحده فيه سبحان الله ما عرفش أقول إيه والله أقول 50% من حل مشاكلنا مع المراهقين مع أولادنا يعني مجرد نحن نسمعهم أولا هندي فرصة لنفسنا نحن نفهم أحيان كثير بنبقى فاكرين سكتهم من غير ما حد يقطعهم الصورة بتوضح تماما لدرجة إنه أحيانا بتوضح لدرجة نحن مش محتاجين أصلا إن إحنا نتكلم بعدها بتوضح الصورة من نفسها ليهم وهم احترامي لإبني هو بيتكلم إن أنا أسمعه إن أنا أفهم إنه دي مرحلة معينة لابد إن أنا أتعامل مع إبني على إنها مرحلة وهتعدي لكن لابد من الصب كل حاجة لازم تاخد وقتها من الاحترام برضو إن أنا منصرش حد على إبني المراهق ده لمجرد إنه الحد ده أكبر منه سنن أو حد من العيلة أو أصد ده فلان فعيب أو دي علانة فعيب فمعلش فوتها وستحمل المرة دي لأ من الطرق العملية الحق حق إما إن نحن نزرع ونربي جيل حقاني أو إن نحن نستمر في نفس الطريق مجملات وإن نحن ننافق بعض وإن نحن نعلم ولادنا بشكل مباشر وغير مباشر النفاق والكذب لأ لابد إنه يكون بشكل عملي المواقف العملية دي هي سبحان الله اللي بتعلم أقوى من مليون كلمة ممكن للواحد يقولها لابنه بقى أقر بمشاعر ابني دي أو يعني بعترف فيها حتى لو حسيت مثلا في موقف إنه والله مشاعره مبالغ فيها أو يعني الموقف مش مستدعي كانش يعني مستدعي إنه هو يحس بكده مش مهم هو حس بكده هو خلاص حس بكده يبقى أنطلق من مشاعره دي وأساعده في حل المشكلة اللي هو مثلا فيها وساعده عمليا في إنه يحس إنه الحق تردله وعلمه إزاي طبعا إنه يرد حقه باحترامه بأدابه بهدوء ده ده واجبي أنا كأمه واجب أبوه في حياته لكن مدام إنه الحق في صفه في صف ابني المراهق فأنا في صف ابني المراهق برضه دائما وعمري ما حسسه إن حقه مش مهم أو مشاعره مش مهمة أو إنه أفكاره ما تهمنيش دي الطريقة العملية في إني أنمي وأعزز في ابني احترامه لنفسه واحترامه لمحيطه لما يحس إن أنا مهتمة وخايفة على حقوقه هو ومشاعره هو يهتم لا شعريا سبحان الله بمشاعر الغير وبحقوق الغير ما يعتديش أبدا أو يظلم غيره الموضوع ده أنا ما مزهقش منه وممكن أعد أتكلم فيه لغاية بكرة ولكن كفاية علينا لغاية تلوقتي أنا بدأت أسجل قبل العصر بشوية قبل العصر بحبتين كويسين يمكن ساعة تقريبا ودخل العصر وخلاص المغرب على وشك والدنيا بدأت تضلم وأنا مش عايزة أولع النور حب أن أنا أسجل في ضوء ربنا سبحانه وتعالى فحلكتفي إن شاء الله لغاية هنا أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكو وأحب برضو أن أنا أفكركو ما تنسوش بقى ربنا يا ربك ساعدكو ويسعد أيامكو كلها يا رب العالمين لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو ما كنتش تسموا تابعينا القناة اعملوا لايك على الفيديو إن شاء الله شاركو ما بين أحبابكو وأصحابكو تنسوش من دعواتكو الحلوة وأذكركم برضو أن أنا موجودة على الإنستغرام وموجودة على الفيسبوك وموجودة على التيك توك موجودة في كل حتة الحقيقة فياريت إن شاء الله تتابعوني في المنصاتي كمان إن شاء الله ربنا يجعلنا الخير في بعض أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته